مرسلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة والمفند والإقامة وبعدين نرجع لحضركم مرة أخرى كل الشكر للكابتن نايمان شوي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة ومتباعي شاشة تقناة الناد الأهلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية والتحديد مقر إقامة تفريق للناد الأهلي وآخر استعدادات تفريق للناد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في مباراة الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري الممتاز المباراة التي تقام في تمام الساعة التاسعة على استاد الجيش ببرج العرب خلينا أقول لك كابتن أيمان التفاصيل وكواليس استعدادات الناد الأهلي لذي المباراة طبعا كان الفترة أخيرة كان مجلس قدارة الناد الأهلي يقرر أن يخوض المباراة المتبقية في الدوري الممتاز باللعيب للنشئين وبالفعل تنضم أكثر من عشر لعبين من قطاع النشئين بالناد الأهلي لتدريبات الفريق الأول في الفترة الأخيرة مستر ريكاردو سواريش عقد أكثر من جلسة مع اللعبين النشئين والهم فرصة كبيرة جدا يعني للعبين كل لعب داخل قطاع النشئين في الناد الأهلي يثبت جدارته ويقدم أوراق اعتماده لمستر ريكاردو سواريش بالأمس كان فريق الناد الأهلي أدى المران الأخيرة على استهدى مختار التش قبل انطلاق المران مستر ريكاردو سواريش كان عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين شرح من خلالها نقاط القوة والضعف فريق الاتحاد السكندري وبعض الأمور الفنية اللي عايزة طبقها إن شاء الله في هذه المباراة وزي ما قلنا فيه حافز كبير جدا على المجموعة اللعيبة للنشئين ودايما الفرصة بتيجي في الناد الأهلي بتبقى الفرصة صعبة جدا على اللعيبة للنشئين طبعا هم يستغلوا هذه الفرصة وده كان كلام مستر ريكاردو سواريش مع اللعبين اللعيبة عندها حافز كبير جدا اللي احنا لمسينه النهاردة من اللعبين ودور كباتن الناد الأهلي واللعبين الكبار النهاردة في جلساتهم في كلامهم مع اللعيبة يقطاع النشئين عناصر مهمة عناصر مبشرة شفنا بعضهم طبعا كابتن أيمن فيه كأس الربطة محمد أحمد شرقية ميدو نبيل محمد حمد ميسل اللي بينضم للمرة الأولى أحمد سيد عبد النبي الزهير الأيمن محمد أشرف الزهير للأيسر طبعا وجود محمد فخري علي عمر واحد من اللعبين يخط الهجوم المميزين إلى جانب أحمد سيد غريب طبعا نتمنى لهم التوفيق والظهور بمظهر يليغ طبعا بيه الفريق الناد الأهلي ويليغ بيختاع النشئين اللي هو دايما بيبقى المصدر الأول لإمداد الفريق الأول في الناد الأهلي النهاردة تفاصيل يوم فريق الناد الأهلي كانت تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة ثم كانت المحاضرة الفنية لمستر ريكاردو سواريش طبعا كانت في تمام الساعة السابعة كلم على أمور آخر الأمور أو التعليمات اللي بيديها للعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة اللي احنا نمسينه أيضا من توجهنا في مقر رقامة الفريق لعيبة لسه متمسكة بالأمل الجهاز الفني اللعبين الناد الأهلي انت عارف الناد الأهلي بيلعب لآخر دي الناد الأهلي بيلعب لآخر صفارة إن شاء الله يعني النهاردة تبقى بداية إن شاء الله يعني مباراة يظهر فيها لعيبة الناد الأهلي ويظهر لعيبة قطاع الناشئين بشكل يليق طبعا بقطاع الناشئين بالناد الأهلي ويليق طبعا بالمجود الكبير جدا اللي بيكون داخل منظومة من أهم المنظومات داخل منظومة الناد الأهلي ومنظومة قطاع الناشئين طبعا بقادة الكابتن خالد دبيبو وميستر مايكل بروكتش طبعا من المقرر النهاردة كابتن نايمان إنه يكون طاقم تحكيم لذي مباراة بقادة إبراهيم نور الدين طبعاً بيعونه أحمد ده طوفيق طلب وأحمد ناجي ويكون موجود على تقنية الألفار محمود البنة وشريف عبد الله كل إحنا بنتمنى العدالة العدالة سواء لنادي الأهلي سواء لنادي الاتحاد دي الأمور يعني كلام كتير جداً مشان يعني لن نستفيد في هذا الأمر الخاص بالتحكيم لكن اللي إحنا بنطالب به هي العدالة عدالة لأي فريق من الاتنين الموجودين في أي ملعب أو أي مستطيل أقدر إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي فهذه المباراة من جديد تعود الكلمة للكابتن آيمن شاوي شكراً